فأقول لك بعض الحاجات اللي أنا فكرت فيها من ناحية سلطان الله والألم أين كانت وأقولها عشان كل مشاهد يتشجع قلت أول حاجة عناية الله تعطي المؤمن نعمة احتمال سواء كان خطأ بشري سواء كان معرفش إيه لكن لما الرب بيسمح وأنا أو حضرتك أو أي واحد يدخل في أزمة بيديني نعمة احتمال فالرسول بوليس قال بوضوح أمين هو الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون يعطي مع التجربة المانفل فهو أمين مش هيجرب يا مؤمن مش هيجربك فوق استطاعتك وهو عارف إمكانيات كل واحد فينا وقدراته قال لي بوليس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل آه لما أقول حاجة تانية الله بيتوحد معانا في ألمنا مش قاعد يتفرج موجود كان مع شادر أخو ميش أخو عبد الله في وسط النار طبعا ده لما ظهر لشاول يقول له شاول شاول مش لماذا تضطهد اندراوس ولا تضطهدني أنا أنا لما نقرأ خروق 16 يقول للرب حرب مع عمليق إلى دور فدور وبعدني يقول إن اليد على كرسي الرب يد عمليق يوم ما تمتد على شعب الرب وكأنها امتدت على كرسي الرب هو بيتوحد بينا لما يقول كنت جائعا كنت مريضا كنت مسجونا إمتى في إبني المريض في إبني اللي أنتو سجنتوه اللي أنتو عزتوه فأنا بقول هنا فيه لكن الله بيتوحد لما أخد الواحد وعشرين شاب اللي اتدبحوا في ليبيا تمام؟ واعمل تحليل للمشهد تحليل من واحد وعشرين شاب ما عملوش أي حاجة اتمسكوا واتدبحوا في ليبيا فيه خطأ بشر ولا ما فيش فيه تجارة باسم الدين ولا ما فيش كبح كبح ما بعده كبح لكن هل الرب خارج المشهد؟ يقينا أنا قناعة الشخصية قلت ده الرب كان ظاهر بوضوح زي ما كان استفانوس كده بيرجم أتخيل أن كانوا شايفينه واضح جدا قدامهم أواهم وشجعهم وهم بيتدبحوا وهي دي نعمة ربنا سمح بالتجربة سمح؟ صدقني أنا قلت يومها للناس في الكنيسة قلت إن كانوا فيه واحد وعشرين ذبحوا لكن فيه واحد وعشرين ألف على الأقل جمل المسيح أكيد آه فليه حكمة أعلى أعلى من أفكارنا الديئة جدا إحنا بنشوف الحاجة المنظورة قدامنا والله خارج نطاق الزمن يعني بيشوف كل شيء طبعا إحنا شايفين المشهد ظلمة لكن بالنسبة للرب هو شايف بعدها هيكونوا عنده ومعاه ومستمرين في حال أفضل أفضل والمشهد على مستوى العالم بيغير ملايين لما بتشوف ويغير أفكار ويغير مفاهيم وهو معاهم إحنا ككنيسة يا أسنزار زرنا عائلات الواحد وعشرين شاب نزلنا بعد الحادث وخدنا مايكروباس الكنيسة وروحنا زرناهم قيل لنا الشاب فيهم اللي كان زي الأسد ده قالوا ده كان أجبا شاب فيهم كلهم في القرية كلها ده بلا مبلغة القصة دي من أهليهم قالوا ده كان في البلد معروف الجبان سموا بعد كده الأسد وبيسأله مين اللي خلاه في قوة الأسد يسوى يسوى من هنا بقول سلطان الله سلطان الله أبي يسمح بأزمة لكن هل بيسيبنا في الأزمة أبدا وقد تكون الأزمة بسبب شر الإنسان شر الإنسان لكن وسط شر الإنسان هل الله خارج المشهد جوه المشهد موسيقى 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 موسيقى